نشرة الأخبار من قناة عدن الفضايا نستهلها بأبرز العناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ الحاكمة الكندية بمناسبة العيد الوطني لبلادها رئيس مجلس القيادة الرئاسي غادر المكلة مختفما زيارة تفقدية لحضر موت افتتح خلالها عددا من المشاريع التموية والخدمية رئيس الوزراء يبحث مع اللجنة البريطانية الخاصة باليمن التحديات الاقتصادية وجهود استعادة العملية السياسية في بلادنا من العناوين الى التفاصيل بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي برقية تهنئة الى الحاكمة العامة الكندية ماري سيمون بمناسبة العيد الوطني لبلادها وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس عن خالص تهانيه للحاكمة العامة الكندية متمنيا لها موفور الصحة والسعادة وللشعب الكندي الصديق والعلاقات الثنائية بين البلدين مزيد من التقدم والازدهار غادر فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مدينة المكلة مختتما زيارته التفاقدية لمحافظة حضر موت والتي دامت اسبوعا شارك خلالها ابناء المحافظة فرحتهم بعيد الاضحى المبارك وافتتح ووضع حجر الاساس لعدد من المشاريع التموية والخدمية بتمويل من الحكومة والبرنامج السعودي لثمية اعمار اليمن والتقى فخامة الرئيس خلال الزيارة التي رافقه فيها وفد رفيع من قيادات الدولة ومسؤولين بالبرنامج السعودي لثمية اعمار اليمن المكتب التنفيذي بالمحافظة والقيادات العسكرية والامنية وعقد لقاء موسعا ضم ابناء المحافظة من مختلف المديريات وقام بجولة ميدانية في انحاء المدينة واعرب فخامة الرئيس عن ارتياحه لمستوى الوعي الذي يتحلى به ابناء حضر موت وخلو مدينة المكلة من مظاهر حمل السلاح كما اثنى على جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة رغم شحة الامكانيات مؤكدا ان حضر موت تعد نموذجا وقاطرة للتنمية والسلام في الوطن موجها الحكومة بتسهيل احتياجات السلطة المحلية ومنحها الدعم اللازم وكان في وداع فخامة الرئيس بمطار الريان الدولي محافظة حضر موت مبخوت مبارك بالماضي والامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح ابود العمقي ووكلاء المحافظة وقيادات عسكرية وامنية رافق الرئيس خلال زيارته لحضر موت مستشار رئيس المهندس حيدر ابو بكر العطاس ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائبي رئيس هيئة التشاور والمصالح عبد الملك المخلافي والقاضي اكرم العامري ووزراء المالية سالم بن بريك والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي والصحة العامة وسكان الدكتور قاسم بحيبح وعدد من اعضاء مجلسي النواب وشورى وكان فخامة الرئيس الدكتور أشد محمد العليم قد أنها زيارة تفاقدية مثمرة إلى محافظة حضر موت افتتحها ووضع خلالها حجر أساس عدد من المشاريع الخدمية والإنمائية كما شارك أبنائها أفراح عيد الأضحى المبارك وطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسية على سير العمل التنفيذي ومستويات إنجاز الخطط الحكومية والمحلية لتحسين الخدمات الأساسية وتخفيف المعاناة عن المواطنين وفي المقدمة قطاع الكهرباء وعقد بهذا الخصوص اجتماعات عمل مع قيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة حضر موت والمؤسسات الحكومية المعنية وضع فخامة الرئيس الدكتور أشد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسية ومعه مستشار الرئيس المهندس حيدر أبو بكر العطاس ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد من دغر ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي ومحافظ حضر موت مبخوط مبارك بماضي حجر الأساس لمشروع المبنى الجديد لقيادة المنطقة العسكرية الثانية بلواء الرئيان بمنطقة الرئيان بالمكلة وذلك لنقل العمل الإداري بقيادة المنطقة بعد استكمال المبنى من الموقع الحالي بمنطقة خلف إلى الرئيان وتخصيص منطقة خلف بمنطقة سياحية للمواطنين وأكد محافظ حضر موت أهمية هذه الخطوة في إنشاء مبنى جديد بموقع عسكري مخصص لقيادة المنطقة العسكرية الثانية وتخصيص منطقة خلف منطقة سياحية في إطار جهود تطبيع الحياة وتعزيز التنمية والسياحة عقب الاستفادة من المواقع الحالية بخلف تأمين المدينة بعد تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وأهدى قائد المنطقة العسكرية الثانية لواروكن طيار فائز التميمي درع المنطقة لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي أرفانا بدعمه لقوات المنطقة العسكرية الثانية ودعم جهود تعزيز الأمن بالمحافظة حضر وضع حجر الأساس الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمق وقائد المنطقة العسكرية الثانية لواروكن طيار فائز منصور التميمي وأوكلاء المحافظة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليم برقية عزان ومؤساة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور ريحي الشعيبي وذلك بوفاة والدته الفاضلة وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس للدكتور الشعيبي وإخوانه وجميع أفراد عائلته عن بالغ حزنه وعظيم مؤساته بمصابه من الأليم سائلا لله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلحم أهلها وجميع ذويها الصبر والسلوان باث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواروك الفرج سالمين البحسن برقية عزان ومؤساة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور ريحي الشعيبي عزاه فيها بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته وعرب البحسن عن مشطرته لمدير مكتب رئاسة الجمهورية أهزانه بوفاة والدته وتعازيه الصادقة لجميع أفراد عائلته بمصابهم الجللسة إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيدتهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته ويلحم أهلها وذويها الصبر والسلوان بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواروك الفرج سالمين البحسن برقية عزان ومؤساة إلى رئيس مجلس النواب وعرب البحسن عن مشاطرته لرئيس مجلس النواب أحزانهم بوفاة والدته وتعازيه الصادقة لأهل البركان بمصابهم الجلل سائل المولى عز وجل أن يتغمد فقيدتهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته ويلحم أهلها وذويها الصبر والسلوان التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في لندن اللجنة البرلمانية من كل الأحزاب الخاصة باليمن برئاسة عضو البرلمان البريطاني تيم لوتون وبحضور أعضاء البرلمان كيم جونسون وفاليري فاز وأليسون ثوليس وفي اللقاء كدى رئيس الوزراء اليمن تعاول على أصدقائها في الدول الصديقة لوضع اليمن والاحتياجات الإنسانية والاستقرار السياسي كأولوية أمام الرأي العالمي في أجندات صنع القرار في الدول المحورية وفي أجندة المجتمع الدولي منوها بالدور الذي تقوم به اللجنة البرلمانية في تعزيز روابط الصداقة بين اليمن وبريطانيا واستعرض الدكتور معين عبد الملك الوضع في بلادنا والتحديات القائمة أمام استعادة العملية السياسية والسلام والاستقرار والتحديات الإنسانية والاقتصادية مشيرا إلى أن العائق الأساس أمام إيقاف الصراع والاتجاه نحو طاولة الحوار لإنهاء المعاناة الإنسانية في بلادنا يتمثل في تعنت ميليشيات الحوث الإرهابية وأغلقها الأبواب أمام كافة الجهود الإقليمية والدولية واستخدامها لكافة الأدوات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية في حربها ضد الشعب اليمني وأكد على ضرورة أن يلتفت العالم لطبيعة الإدولوجيا المتطرفة التي تتبناها وتنشرها ميليشيات الحوثي داخل المجتمع وعلى الدعم الإيراني عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا كما استعرض الوضع الإنساني وأهمية حشد الجهود الدولية لمضاعفة التمويلات المقدمة للتدخلات الإنسانية وأن يكون هناك رقابة على أداء المنظمات العاملة في بلادنا وإنفاق أموال المساعدات بحيث يتم الضمان تخصيصها في الجوانب ذات الأولوية إلى التي تستجيب للاحتياجات الحقيقية الإنسانية والتموية واستمع رئيس الوزراء لعرضنا عن أعمال المجموعة ورؤيتها بشأن دعم اليمن وحرصها على الوصول إلى أرضية راسخة للتمهيد لعملية السلام في اليمن التقى الرئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك على هامش مشاركته في مؤتمر لندن وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأوردة أحمد حيث جرى استعراض تطورات الوضع العام والعلاقات الثنائية بين البلدين كما تم تطرق إلى الدور المعول عليه من الأصدقاء البريطانيين لضمان عوامل الاستقرار في بلادنا وعلى رأسها الاقتصاد الوطني وتماسك وفاعلية مؤسسات الدولة وصمود القطاع الخاص وأشار الرئيس الوزراء إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثية الانقلابية وخطورتها مؤكدا على أهمية دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات العامة وحشة الجهود الدولية للتدخلات الإنسانية بدوره أكد وزير الدولة البريطاني موقف بريطانيا على وحدة وتماسك مجلس القيادة ورفضهم لاستخدام الاقتصاد كأدات حرب والعمل مع الشركاء للانتقال إلى تسوية سياسية شاملة ودعمهم لجهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات العامة بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومؤساة للرئيس السابق علي ناصر محمد عزاه فيها بوفاة شقيقته الفاضلة وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية عن أصدق التعازي والمؤساة لأسرة وأقارب الفقيد سأل الله عز وجل أن تغمدها بواسع رحمته وأن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون حمل وزير الإعلام وثقافة والسياحة معمر ليرياني ميليشيات الحث الإرهابية التابعة لإيران المسؤولية الكاملة عن سلامة أحمد الملاحي أحد أبناء طائفة البهائية المخفيين قصرا في معتقلاتها غير القانونية منذ الخامس والعشرين المايل الماضي والذي يعاني بمشاكل صحية ولم يحظى بأي رعاية منذ لحظة اعتقاله مما يجعل حياته على المحك وأوضح معمر ليرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن ميليشيات الحثي تواصل اعتقال سبعة عشر من أبناء الطائفة البهائية بينهم خمس نساء وإخفائهم قصرا بعد اقتحامها الاجتماع السنوي السلمي لطائفة البهائيين في العاصمة المختططة في صنعاء في جريمة نكراء تؤكد مضيها بتوجيه إيراني في نهج الاستهداف والإرهاب الممنهج للأقليات الدينية وعلى رأسها الطائفة البهائية وأشر ليرياني إلى أن أتباع الطائفة البهائية تعرضوا لسلسلة من الجرائم والانتهاكات منذ بدء الانقلاب تنوعت بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي والإخفاء والنفي القسري وأخضاعهم لمحاكمات بتهم ملفقة خارج إطار القانون مصادرة ونهب ممتلكاتهم واقتحام ومصادرة مقراتهم والتحريض عليهم وطالب الإيرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماته هيئات حقوق الإنسان بالضغط على ميليشيات الحوسي لإطلاق كافة المختطفين ووقف ممارستها العنصرية ضد الأقليات الدينية وكل أشكال الملاحقة والتضييق والتمييز على خلفية المعتقد وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارها انتهاكا لحرية الدين والمعتقد والحق في التنظيم والتجمع ومارسة الشعائر الدينية التي تقرها القوانين والمواثيق والمعاهدة الدولية يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر ميناء بمكة المكرمة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق في حين المتعجرون منهم يغادرون مشعر ميناء ويتوجهون بعدها إلى الكعبة المشرفة لأداء طوافل وداعوة وإنها مناسك الحج التفاصيل في تقرير مفد قناة عدن إلى مكة المكرمة الزميل ديب العفيف وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارع حجاج بيت الله الحرام نحو مناسك الحج وسط أجواء رحانية ومشاهد إيمانية يملأها الخشوع لله تعالى وبأصوات علت بالتكبير فبعد أن ودع الحجاج عرفه وباتوا في مزلفة توافدوا إلى ميناء لرمي جمرة العقبة الكبرى ومن ثم توجهوا إلى الكعبة المشرفة لطوافل إفاضة والتحلل من الإحرام أكيد مشاعر لا توصف بأن يوقف الإنسان في موقف كهذا في مشعر ميناء إذ اجتمعت الناس من جميع بقاع الأرض فشعور أكيد جدا سعادة لا توصف أكيد أي إنسان يشتغل بلدها أكيد يعني مهما كان هو مرقعنا إلى اليمن البلد العوم ومسقط الرأس يعني كان حج سلس ولين والحمد لله الذي وفقنا لهذه ونتمنى أن نتسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يرجعهم إلى أهالهم سالمين غانمين الحمد لله ونشكركم ونشكر القناة المرافقة لقناة عدن المرافقة للحجاج للحجاج اليمنين وهذا فخر كبير لبعثة الحجة اليمنية بعثة الحجة اليمنية التي أشرفت ورافقت الحجاج اليمنين في جميع المناسك ما زال دورها قائما ومستمرا في العمل على متابعة حجاج بلادنا بعثة الحجة الرسمية اليمنية وضعت خطة لكل مرحلة وآخر مرحلة كانت النفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى ميناء لرمي الجمرات الحمد لله مشت الأمور على أحسن حال بالتنسيق مع الأشقاء بالأملكة العربية السعودية القهات المعنية المطوفين وزارة الحج الأمن العام الدفاع المدني الأمور مشت على أحسن حال كبقية حجاج الدول العالم تحت إشراف المملكة العربية السعودية الآن ستكون من آخر المراحل وهي التعقل فمن تعقل في يومين فلا إثمى عليه ومن تأخر فلا إثمى عليه نحن في وزارة الأوقاف والإرشاد تابع تقديم جميع الخدمات للحجاج من إعاشة من صيانة للمواقع للخيام كذلك من نظافة المرافق نحن الآن كذلك بصدد العداد الآن لعملية التفريج الحجاج من ميناء إلى مكة المكرمة وبعدها للترتيب لعملية ترحيل الحجاج من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى اليمن في اليوم الثاني من أيام التشريق يتوقع المتعقلون من حجاج بيت الله الحرام عقب رميهم الجمرات لأداء طواف الوداع والعودة إلى ديارهم سالمين غانمين بعد حق مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى هنا يرمي حجاج بيت الله الحرام الجمرات الثلاث قبل أن يذهبوا إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع من قسر الجمرات تأديب العفيف لقناة عدن الفضائية تفقد رئيس وحيات الأركان نهام مقاد العمليات المشتركة الفريق الروكن الصغير بن عزيز أبطال منطقة العسكرية السابعة وخلال الزيارة التي استقبله فيها رئيس أركان المنطقة العسكرية السابعة العميد الروكن مرضي ضرمان نقل رئيس الأركان الأبطال تهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس دكتور رشاد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأشهد رئيس الأركان بالمعنويات العالية لأبطال المنطقة العسكرية السابعة وتصديهم لكل تسللات وهجمات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية مؤكدا تلك الميليشيات لا تؤمن بسلام ولا تحمل إلا مشروع الإرهاب والدمار مشددا على ضرورة التحليب الجاهزية القتالية العالية لمواجهة أي اعتداءات تقوم بها تنظيم ميليشيات الحوثي الإرهابية مؤكدا الاستمرار في النضال حتى تحرير آخر الشبر من تراب الوطن وثمن الفريق بن عزيز دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم القوات المسلحة اليمنية والحكومة الشرعية تفقد رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبد الرقيب دابوان ونائب قائد المنطقة العميد الركن راجع حابو أسبع ومساعد قائد المنطقة لشؤون التوجيه العميد محمد المكروب تفقد مواقع منتسبية المنطقة المرابطين في خطوط التماس في قطاع ذنة والبلق الأوسط جنوب محافظة مأرب وأناقل رئيس أركان المنطقة الثالثة للأبطال لمرابطين تهاني القيادة السياسية للضباط والصف والجنود بمناسبة عيد الأضحى مشيدا بالمعنويات العالية والبطولات التي يسطرها الأبطال بمختلف مواقع العزة والكرامة في مواجهة ميليشيات الحوث الإرهابية وأكد اهتمام قيادة المنطقة بالمرابطين في الجبهات الذين يبذلون تضحيات جسيمة في معركة الدفاع عن الوطن والجمهورية ضد ميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة إيرانيا من جانبه أشاد نائب قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالجاهزية القتالية والروح المعنوية لمنتسب قوات المنطقة في هذا القطاع العسكري المهم دعيا إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والجاهزية القتالية من جهتها أكد قائد اللواء 312 العميد صادق معوضة جاهزية الجميعين لتنفيذ أي مهام توكل إليهم أو توجيهات من القيادتين السياسية والعسكرية زر رئيس هيئة الإسنان للوجستيل لوروكن عبد العزيز الفقيه جرح القوات المسلحة والأمن في هيئة مستشفى مأريب العام للإطمنان على أوضاعهم الصحية ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك ونقل اللواء الفقيه إلى الجرح والمرضى والكادر الطبي تحييت وتهاني قيادة زارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشيدا ببطولات جرح القوات المسلحة والأمن في كل الجبهات والميادين مثمنا تضحياتهم الجسيمة في الدفاع عن الوطن ومصالح الشعب نفذت قيادة السلطة المحلية والمقاومة الشعبية بمحافظة ريمة زيارة عيدية ميدانية للأبطال مرابطين من منتسب اللواء 81 في جبهة رغوان وخلال الزيارة ألقى مدير مديرية الجبين خالد القطوي والفريق المرافق له كلمة هنأ فيها الضباط والصف والجنود بمناسبة عيد الأضحى المبارك ناقلا تهانية وتبريكات قيادة المحافظة بهذه المناسبة العظيمة مؤكدا اهتمام قيادة المحافظة بالمرابطين ومسندتهم والوقوف إلى جانبهم في خوض المعركة الوطنية وأشاد بالبطولات التي يسطرها منتسبوا اللواء في مواجهة ميليشيات الحث الإرهابية والدفاع عن الجمهورية وخلال الزيارة تم تقديم الضاحي وهدايا العيد بتمويل من لجنة الدعم والإسناد الشعبي بالمحافظة بدأ في محافظة تعز المهرجان العيدية تكريمي للدكتور محمد محسن عطرش القامة الفنية والشعبية في إطار مهرجان ما عيدنا إلا في تعز والذي ينظمه مكتب الثقافة بتاعز تفاصيل في التقرير الذي عادته زميل عام خالد تعز تؤمن بأن الأدب والثقافة ديدنها وأبنائها محرك الحياة وبانيها بمدنيتهم وسلمياتهم المعروفة بثقافتهم وما مهرجان ما عيد إلا بتاعز الذي ينظمه مكتب الثقافة بتاعز وبدعم من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية العميد الروكن طارق محمد عبدالله صالح تكريما للقامة الفنية والشعبية الدكتور محمد محسن عطروش إنما هي دليل واضع على نبع الثقافة تعز دائما ما تعكس الثقافة والأدب ولا ننسى الفن فدائما في كل عيد تعز لا تخلو من المهرجانات مهرجانة الفن واستضافة كبراء الفنانين مثل أيمن قصيلة ومحمد الخولاني ولا ننسى الدكتور محمد محسن عطروش الذي دائما يطرب أسماعنا بأجمل أغاني المهرجان بدأ أول أيام العيد على أنغام عطروشية وكلمات تنسد كخيوط ذهبية من أبيات نسقت لتغنى في تعز في مهرجانها الجماهيري نعم تعز تواقل الفن نعم في العام السابق لقد كرم الفنان الكبير أيوب طارش واليوم عطروش وما زالت تعز مستمرة دائما رغم الحصار رغم الحرب رغم كل شيء إلى المستقبل إلى مئة عام سنظل هكذا أبناء تعز تواقون الفرح تواقون البهقة تواقون الفن الكبير نعم ستظل تحتفل في كل عيد وهذه هي فرحة العيد في تعز ما عيدنا إلا في تعز دائما تعز تحاكي الحب والمحبة والسلام والثقافة رغم الحرب والحصار التي تعاني إلا أنها تفرح مع أبنائها في عيد الأضحى المبارك نعايم خالد قناة عدن فضايا تعز شهدت ساحة الشهداء بزنجبار عاصمة محافظة تابيا توافدا وإقبالا كبيرا من قبل مرتدي الساحة من أبناء مدرية زنجبار وضواحيها خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك للتنزه واستقبلت ساحة الشهداء مئات تزائرين من الأسر والأطفال يأتي هذا بعد أن تم عادة تأهيل الساحة ورفضها بالألعاب الإلكترونية وتجيير مساحات كبيرة وتركيب الكراسي والمضلات المضيئة وتجهيز كافة منشآتها منذ عيد الفطرة المبارك وأكدت مديرة ساحة الشهداء انتباه سيلان أن ذلك يأتي في إطار اهتمام قيادة المحافظة ممثلة بمحافظة المحافظة لواروك نبو بكر حسين سالم بتأهيل المتنفسات والمتنزهات في عاصمة محافظة أبيان وتجهيزها لكي تستقبل الزوار والمرتدين خلال إجازات الأعياد والمناسبات الأخرى وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بقضاء أيام إجازة العيد في هذا المتنفس الذي يعد الوحيد بعد كورنيش شهيد سالمين في منطقة الشيخ عبدالله ولفته أن عودت ساحة الشهداء ولو ببعض الألعاب التي تم تركيبها يعد إنجازا يحسب لقيادة المحافظة التي تسعى دائما لتنفيذ مثل هذه الأعمال والمشاريع التي تخدم المواطن دشنت مؤسسة البادئة التنموية بمحافظة حضرموت مشروع الأضاحي لعام 1440 هجرية 1444 هجرية وانطلاق أعمال المشروع في ثماني محافظات أخرى يأتي تنفيذ المشروع بمشاركة فريق من وقف الديانة التركي وفريق آخر من جمعية الحق للإغاثة الإنسانية في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها معظم السكان جراء الأزمة الممتدة التي تشهدها البلاد والتخفيف من معاناة الأسر الأشد فقرا خلال أيام عيد الأضحى المبارك وأبدأ المستفيدون من المشروع شكرهم وامتنانهم للجهود التي تبذلها الجهات الداعمة للمشروع ومسانداتهم لليمن واليمنيين الآن إلى حالة تقصد درجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة مشيئة الله تعالى ترجمة نانسي قنقر 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 ولمن فتت النشرات تذكرهم بأبرز العناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ الحاكمة الكندية بمناسبة العيد الوطني لبلادها رئيس مجلس القيادة الرئاسي غادر المكلة مختتما زيارة تفاقدية لحظر موتف ستحى خلالها عددا من المشاريع التنموية والخدمية رئيس الوزراء يبحث مع اللجنة البريطانية الخاصة باليمن التحديات الاقتصادية والجهود استعادة العملية السياسية في بلادنا وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة عددا الفضائية في أمان الله اشتركوا في القناة